بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصرف المرسلين مرحبا تلاميذ العزاء تلاميذ شهادة تعليم المتوسط مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد بإذن الله الفيديو اليوم بإذن الله سيكون فيديو ممتع وشيق بإذن الله لأنه يهتم بموضوع مفيد جدا والتي تلاميذ دائما عدم فيه مشكلة وليه ما يقدرش يخدمه فيه اللي هو الوضعية الإدماجية والتي ستكون اليوم خاصة بالشخصية البارزة والشخصية المشهورة من الوحدة تانى تعالفصل الأول بنهاية الفيديو سيكون لدينا قابلية بإذن الله أنه نأخذ موضعية إدماجية بسيطة ومليحة وندعو لها علامة ممتازة بإذن الله الوضعية الإدماجية انتعنا في شهادة تعليم المتوسط لقدرنا كما هاك ولا في الفرض ولا في الامتحان تعالفصل الأول كيف تقدر تجينا ثاني؟ تقدر تجينا في السيغة شخصية بارزة قبلها وشوفنا؟ شوفنا معلم آثاري مشهور تلاميذ اللي ما شافوش الفيديو هذا ماذا بنا يرجع وشوفوه؟ أوكي صح الشخصية البارزة كيف قادرها؟ تجينا الشخصية الوضعية انتاحة بسيطة جدا يعطينا ID card بمعنى بطاقة تعريف متع شخصية مؤينة فيها بعض المعلومات مجموعة من المعلومات مثلا full name الاسم الكامل date of birth تاريخ الميلاد place of birth مكان الميلاد occupation ولا job بمعنى المهنة ولا المهن على حساب هذه الشخصية إذا كان قدها مهن كثيرة أوكي famous works بمعنى أشهر أعماله ولا أعمالها على حساب الشخصية يقول وش الإنجازات وش الأعمال اللي يدارها ولا وش الأعمال اللي خلها في حياته أوكي ولا اللي يدارها في حياته date of death بمعنى تاريخ الوفاة place of death مكان الوفاة قادر يوفر نقع هذه المعلومات ونوضف هذه المعلومات في شكل فقرة كما رح نتعلمه بإذن الله في مثال تطبيقي قادر ما يعطيناش المعلومات ويقولك يحكيلي على شخصية من اختيارك أنت بحكم أنك رح تتعلم معانا بإذن الله كيف تكتب شخصية أو أو وضعية إدماجية حول هذه الشخصية رح تكون مكتسب لبعض المعلومات اللي قادر توظفها من ثم بعد حتى هو ما يعطي لكش المعلومات بالممارسة تخدم شخصية، شخصيتين، ثلاثة شخصيات رح تتعلم و رح تكون عندك مجموعة من المعلومات اللي تقدر توظفها في شكل فقرة صح كما الفقرة لي فاتت تقدر لكم فقرة تقدروا تبدلوا فيها بعض المعلومات حسب ID card المعطات شوف المعلومات اللي مكتوبين ما بين قوسين بالأخبر هي المعلومات اللي تتبدل لحسب الشخصية مثلا هنا وشكاتبين full name صح full name وش معناها عنها الاسم الكامل اسم الكامل نتعناه وشين هو عمر راسيم شخصية مشهورة جزائرية نسمى نح هذه الكلمة وش نكتب؟ نكتب عمر الحرف لو ندره كبير لها لأنه بداية جملة عمر هو اسم علم عمر راسيم is an outstanding وش نكتبه nationality ما معناه؟ معناها الجنسية إلا كنت عارفها نكتبها وإلا كنت مانيش عارفها ما نكتبها شعادي Algerian الحرف لو نكتبه كبير لأنه جنسية صح عمر راسيم is an outstanding Algerian figure ما معناه؟ عمر راسيم هو شخصية جزائرية شخصية جزائرية بارزة مشهورة in field حاب نقول في مجال كذا المجال انت عمر راسيم وشنه هو نعرفه بالله عمر راسيم هو فنان وكاتب نخي رقى حاجة واحدة شو نقوله؟ in نقوله في الفنون عموما في الفنون in arts حرف لو نكتبه عادي صغير لأنه ما هو اسم علم in arts في حكم انه هو فنان ورسام ومعلم فن وكاتب وخطاط الاخره معناه في مجال الفن صح كي نكمل الجملة الافتتاحية نتعي شو ندير بعده؟ نبدأ في الجمل المساعدة عدنا she or he معناها على حسب شخصية إذا كانت شخصية رجل شو نقوله؟ نقوله he وإذا كانت شخصية مرأة شو نقوله؟ نقوله she or she كما هناها هو رجل شو نقوله؟ نقوله he he was born on ولد فيه date of birth نكتبه تاريخ الميلاد هاه date of birth January 3rd 1884 شوف إذا كان عاطينا إذا كان مدنة السنة فقط شو نقوله؟ نديره in ونكتبه السنة فقط لكن كما هنا هو عاطينا الشهر واليوم والسنة نكتبه كامل You was born on January February 3rd 1884 in place of birth هنا نكتبه مكان الميلاد هاه place of birth مكان الميلاد Casbah Algiers القصبة الجزائر العاصمة نوظف المعلومات فقط المهم نتاعي أني ننظم المعلومات ونحطها في سياغ الفقرة متاعي هذه فقط منزيد حتى حاجة من عندي وكان اللي يحب يزيد من عنده آدي يدير اللمسة الإبداعية أو كما نقول مقبولة ثاني بأن أذكركم فقط تلميذ العزة فقرة هذه نخادمها التلميذ الضعافة والمتوسطين معناها اللي ما عندهمش قابلية أنهم يكتبوا فقرة تلميذ الممتازين ههو ما عندهمش إشكال لكن يقدروا يستفادوا معنا بإذن الله صح نكمل ذلك في الفقرة نتاعنا ديروا شي والله هي هي نمحوا الشي لأنه هو ما نقوله؟ نقوله He was widely regarded as one of the greatest شوفوا الجمل اللي كاتبهم بالأسود هم جمل ثابتة تقدر تثبت في أي فقرة الجمل اللي تتبدل ولا الكلمات اللي تتبدل هي الكلمات الخضراء اللي ما بين قوسين هنا ساحبي يقول كان شخصية معروفة ولكن إحدى أعظم الشخصيات ولكن يعتبر أحد أعظم الشخصيات نكتب هنا المهنة المهنة ما هي المهنة مهنة مهنة ما هي المهنة ما نقوله هنا كان يعتبر أحد أعظم الرصامين نمحي شي صحة لكن المعلومة اللي رح نكتبها وشيني هي شوف هي عاطيك مجموعة من الأفعان خير وحدة على الحساب المهنة الشخص هذا نقوله تتبدل على الحساب الشخصية إذا كان تكاتب شو نقوله نقوله كتب إذا كان مثلا الرصام شو نقوله مثلا كان مخترع نقوله وش كان هو الحساب المهنة كيمة هنا وش كان ولو شني هو هو رصام معناها نخيره هذه نقوله رصام نقوله رصام العديد من الكتب لا لا نقوله رصام العديد من الرواية رصام العديد من الرسومات رصام العديد من الأشعار رصام العديد من اللواحات أو الرسمات نقوم بالجملة اللي بعدها حاب يقول هنا أعماله المعروفة ولا أعمالها المعروفة نستعملها مع الذكر وهر نستعملها مع الأنثى هنا ما نخيره نخيره لأنه رجل نقوله أعماله المعروفة تتضمن وبعده ما نكتبه 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 الأعمال نتاعه ولا أشهر الأعمال نتاعه وهي هذا المعلوم أشهر أعماله نكتبه كما هي هذه كلمات فرنسية نكتبه نديره عالي كما هي يشاهدون جماعة الفرنسية لأننا في الفرنسية لا نشاه في مستوى عالي جدا نكتب الإنجازات في اثنين وبعدها ندير فاصيلة ما بينهم أوكي في الختام ما نكتب؟ نقول هذه جملة ختمية ما نقول؟ نقول هذه جملة ختمية نكتب اسم أو المهنة نتاعه والتي هي باينتر 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 ما نحن نقول هنا؟ هذا الرصام العبقري توفي فيه أو سنة كذا صح date of death بمعنى تاريخ الوفاة وراح تاريخ الوفاة هاو date of death February 3rd, 1959 نكتبها كما هي on February 3rd, 1959 in place of death مكان الوفاة اللي هو الجيرس الجزائر العاصمة فالسطن هاني كملت الفقرانتاعي بإذن الله سنتده العلامة ما نقولوش الممتازة أو الكاملة لكن رح تدو أدنى علامة ممتازة قادرين تدوها في الوضعية الإدماجية هي قادرة تكون من الرضعة حتى الحمسة هذه في أسبوع الحالات التلميذ الحاذق ها هو يحط اللمسة الإبداعية نتاعه تقدر تجد جملة ولا جملتين تقدر تبدل بعض الصفات اللي في الفقرة مثلاً اوتستاذن تقدر تديرها فايموس اميزن اه كما تشتري المهم المنهجية انتع فقر انتع الوضعية انتع الشخصية البارزة يلزم تكون كما هاك بهذه المنهجية هذا كان فيديو اليوم كان فيديو ممتع ومبهج يناقش كيفية كتابة وضعية إدماجية حول شخصية بارزة كانت وضعية بسيطة جداً كانت عندنا بعض المعلومات ركبناها في سياغ منظم حتى اعطتنا وضعية إدماجية منظمة باذن الله في اسوأ الحالات ندع لها العلامة الدنيا الممتازة لقدر ندها لقدر تكون من ربعة حتى الخمسة بالنسبة للتلاميذ اللي ما شفوش اللي ما عندهمش قابلية واللي ما يعرفوش كيف هيكتبوا وضعية إدماجية حول معلم أثري مشهور ماذا بنا يتفرجوا للفيديو السابق رحين تعلموا بإذن الله كيفية كتابة وضعية إدماجية حول معلم أثري مشهور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته